اشتركوا في القناة تقليل استقرار معدلات تضخم عند مستويات منخفض وزير الصناعة والثروة المعدنية يعرض توطيل صناعة الأغذية في المملكة في مؤتمر الفرنزي في أربع مدن أسبوع القانون يقدم فرصة نوعية للمنشاة الصغيرة والمتوسطة ورواب الأعمال أهلا بكم رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة تابع المجلس تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا وجهود المملكة لإنهاء الحرب على غزة ودعم مساعي السلام في اليمن ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة كذلك جدد المجلس الترحيم بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بالشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنول المجلس مسجدات الاقتصاد الوطني ومنها استقرار معدلات تضخم عند مستويات منخفضة بجانب فاعلية الإجراءات والتدابير المتخذ لمواجهة تعداعيات ارتفاع الأسعار العالمية كما وافق المجلس على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وانضمام المملكة إلى مبادرة الحشائش البحرية لعام الفين وثلاثين في البرازيلة كذا وزير الصناعة والثروة المعدنية بند الخريف أن المملكة أثبتت قوتها في قطاع التعدين وباتت لاعبا مهما ومتمكنا في القطاع على مستوى العالم أشار في مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو البرازيلية أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز على تنوع 12 قطاعا رئيسا وتوفير فرص استثمارية لأكثر من 800 مشروع بقيمة تريليون ريال من جانب آخر بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية توطين صناعة الأغذية في المملكة في لقاءة عقدها في ساو باولو البرازيلية مع مسؤولي الشركات البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمية وتناول الخريف النقلة للمعرفة والابتكار مع أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة فضلا عن استعراض الفرص للاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في قطاع صناعة الغذاء والمزاية نسبية لبيئة الاستثمار في هذا القطاع الصناعي السعودي يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره الاستراتيجي في تطوير قدرات توليد الطاقة المتجددة في المملكة ملتزما بتطوير 70% من هذه القدرات صندوق الاستثمارات العامة لعب دوره الاستراتيجي في تطوير قدرات توليد الطاقة المتجددة بالمملكة ملتزما بتطوير 70% من هذه القدرات وتوطين 75% من مكوناتها في هذا الإطار أعلن الصندوق عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة لإطلاق مشاريع محلية من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة المملكة للصندوق وتشمل الاتفاقيات إطلاق ثلاثة مشاريع رئيسية مع شركات عالمية لتوطين مكونات الطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية 34 جيجاوات سنوياً تشمل مشروعاً لتصنيع توربينات الرياح ومشروعاً لصناعة الخلايا والألواح الشمسية ومشروعاً ثالثاً لصناعة السبائك والرقائق الشمسية وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز توطين التقنيات المتقدمة للطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار المحلي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصادرات الطاقة المتجددة ويركز الصندوق ضمن استراتيجيته على قطاع المرافق والطاقة المتجددة كأحد أبرز القطاعات الرئيسية وينفذ عبر شركات محفظته نحو ثمانية مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تتجاوز 13 جيجاوات واستثمارات تفوق 9 مليارات دولار مما يعزز دور المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وأهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي تشرف وزارة الطاقة على تنفيذه انطلقت أعمال أسبوع القانون في أربع مدن لتوعية ودعم رواد الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة عبر توفير الاستشارات المجانية لرواد الأعمال والمهتمين للتوعية القانونية وكذلك الإدارية في منشآتهم استشارات مجانية وجلسات توعوية للتعريف بالأنظمة واللوائح القانونية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة العامة للمنشآت وبشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين تنظم أسبوع القانون الذي يأتي لتوعية رواد الأعمال واطلاعهم على الاحتياجات القانونية لمنشآتهم أسبوع القانون في مقر منشآت يقدم تجربة ريادية ودعما حقيقي للاستشارات والإدارة والإعلان بمشاركة عددا من الجهات نمو المجتمع الاقتصادي يبدأ أولا من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تدركها المنشآت الحكومية ومن خلال خدماتها لرواد الأعمال في مختلف المجالات مجد المتعب الرياض كشف تقرير لتأمينات الاجتماعية أن مصرفات المنافع التأمينية التي تشمل الكطاعين العام والخاص قد بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 24 وبين التقرير أن مصرفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند قد تجاوزت 344 مليون ريال فيما بلغت مصرفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال أشارت إلى أن المعاملات المنجزة قد بلغت أكثر من 9 ملايين معاملات تم إنجزها بشكل إلكتروني وقد تجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها أكثر من 740 ألف شهادة أعلنت وزارة العدل صرف صندوق النفق أكثر من 38 مليون ريال لأكثر من 7000 من المستفيدين في النصف الأول من هذا العام تغطي خدمات صندوق النفق أكثر من 114 بل 114 مدينة ومحافظة في جميع مناطق المملكة ويهدف إلى صرف النفق للمستحقين دون تأخير والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع تستمر منافسات الرياض للأمبياد الكيمياء الدولي 24 في نسختي السادسة والخمسين بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من 90 دولة تعد هذه المنافسة العلمية السنوية أكبر مسابقة دولية في الكيمياء لطلاب وطالبات التعليم العام بمشاركة أكثر من 300 موهوب من 90 دولة تستمر فعالية النسخة السادسة والخمسين من أمبياد الكيمياء الدولي بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال للموهبة والإبداع تحت شعار نبني الروابط معا الأمبياد الدولي أحد أهم المسابقات العلمية الدولية لطلبة الموهوبين في علم الكيمياء وتبادل الخبرات والتواصل بين الشباب المهتمين بالعلوم من مختلف الجنسيات لتحقيق الأثر المباشر في الصناعات الحيوية وتقدم الإنسان القطاعات التعليمية بشراكاتها الاستراتيجية تواصل مضاعفة جهودها من أجل إبراز دور الكيمياء وتحقيق النمو والريادة وصناعة مستقبل أفضل للمملكة أولمبياد الكيمياء الدولي يعد أكبر مسابقة سنوية في الكيمياء لطلاب التعليم العام وبدأت مشاركة المملكة في عام 2011 ومنذ ذلك الحين حققت المملكة العديد من الجوائز بتمييز طلبتها الموهوبين مما أكسبها اعترافا عالميا ودعوة لاستطافة النسخة الحالية وفي الرياضة أيضا استعرض وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية الأميرة ريمة بنت باندر بن سلطان ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في الرياض لعام 2025 بعد إجماع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في شماعهم في العاصمة الفرنسية باريس كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت منتصف شهر يوليو الجاري بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبرالمبية السعودية تنظيمة واستطافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية لهذه الرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى العام المقبل 25 ترجمة نسخة الأولمبية ترجمة نسخة الأولمبية شكراً وشكراً لدينا وشكراً لدينا وشكراً لدينا من ساودي نشنال الأولمبية شكراً شكراً بمشاعة ونزلنا في الرياضة أيضا حيث تنطلق غدا منافسات اللعبة الشهيرة Overwatch 2 ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وتصديف البطولة 16 فريقا عالميا في منافسات دولية على مدى خمسة أيام وعلى جوائز تقدر قيمتها بمليون دولار ثقافيا أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للرواية دعما للمواهب الإبداعية وتمكين الشباب والمجتمع من طرح أفكارهم وتحويلها لأعمال فنية سينمائية لإثراء صناعة السينما أطلقت هيئة الترفيه جائزة القلم الذهبي للرواية وذلك دعما للمواهب الإبداعية في كتابة الرواية بجوائز تصل إلى 700 ألف دولار الجائزة تركز على الأعمال الروائية الأكثر جماهيرية وقابلية لتحويلها لأعمال سينمائية مقسمة على عدة مسارات أبرزها مسار الجوائز الكبرى حيث سيتم تحويل الروايتين وسيناريوهات الأولى إلى أفلام سينمائية إضافة لمسار الرواية بعدة فئات والتي تتضمن التشويق والغموض والفنتازيا ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة لجائزة القلم الذهبي مكونة من عدة أعضاء في مختلف المجالات ذوي خبرات واسعة في مجالاتهم جهود تقوم عليها هيئة الترفيه لدعم الفكر وموهبة الكتابة وتمكين الشباب والمجتمع من طرح أفكارهم العميقة في المخيلات إلى الساحة الفنية لجعل الأحلام والأفكار واقعا يشاهده عشاق السينما والأفلام وأيضا في أخبار الجوائز وخدمة للغة العربية حيث حددت الهيئة السعودية للذكاء والبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا جوائز تقدر بمليون ريال أيضا في تحدي علام الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية بتطوير وتحسين النماذج اللغوية الإلكترونية خدمة للغة العربية وبجوائز تصل لمليون ريال أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تحدي علام بهدف تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام النموذج في مجالات عدة مجالات النموذج تتضمن الشعر العربية ومساعدة الأطفال كذلك نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي الشخصيات العربية علام يركز على إيجاد حلول ابتكارية لتطوير وتحسين النماذج الكبيرة في اللغة العربية كما سيمكن المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وغرش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ومجالي الشعر والأدب المملكة منذ تأسيسها حرصت على دعم وإيلاء اللغة العربية ولعل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خير مثال إضافة لدعم تعليمها وانتشارها وتمكينها في أن تكون هدفا أوليا في رؤية المملكة 2030 وكان في نشراتنا هذه أيضا برئاسة الملك مجلس الوزراء يستعد تقارير استقرار معدلات تضخم عند مستويات منخفة وزير الصناعة والثروة المعدنية يستعد توطين صناعة الأغذية سعوديا في البرازيل في أربع مدن سعودية أسبوع القانون يقدموا فرصة نوعية للمنشاة الصغيرة والمتوسطة ورواب الأعمال شكرا لكم دائما في عافية وسناء السلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة